من أراد الدروس والعبر فليقرأ حياة السلف وليأخذ منها الجواهر والدرار ومنهم الإمام القدوة عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل أبو عبد الرحمن العدوي القرشي أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه وله عشر سنين ولم يشارك في غزوة أحد لصغره ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان والغزوات بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا وكان مشهورا بالزهد والورع قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو مالت به إلا عبد الله بن عمر وقال طاووس ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر وكان معروفا بتمسكه الشديد بالسنة قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر ومع ساعة علمه وكثرة روايته كان يتورع في الفتية فقد سأله رجل عن ميراث العمة فقال لا أدري فلما أدبر الرجل قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن يسأل عما لا يدري فقال لا أدري وكان كريما معطاءه قال نافع إن كان ابن عمر لا يقسم في المجلس الواحد ثلاثين ألف درهم ثم يأتي عليه الشهر ما يأكل مزعة من لحم وكان متواضعا هينا لينا قال مجاهد صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني وقد أعطى راعيا درسا عمليا في مراقبة الله إذ قال له أعطني شاتا من الغنم فإذا سألك صاحبها عنها فقل له أكلها الذئب فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال فأين الله قال ابن عمر فأنا والله أحق أن أقول فأين الله فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم جزاء لأمانته توفي ابن عمر سنة ثلاث وسبعين للهجرة وقد بلغ أربع وثمانين سنة فرحمه الله ورضي عنه وأجزل مثوبته